بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من مطبخ ابو ساجد عن نبي تلك من أسهل وصفات أو من أسهل كيكات الطبقات التي جاءت بسم الله ما شاء الله جاءت روعة روعة كيكات الطبقات الاقتصادية أسهل أسهل وحدة يعني تقدر تعملها في رمضان وفي غير رمضان وحتى الأبناء في امتحانات يعني يدخل وليدك ولا بنتك الله 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 ويلقي هذه كيكة الطبقات على فجأة رح يزيد يخدم ويزيد يعمل ويزيد يجتهد مدى بينا احنا في امتحانات نقلشوا أولادنا ونحفظوهم وندرسوهم ورجعوهم ومننسوهمش في هذه الوصفات إذننا حبائي فعي وصفة فيها مقادير وفيها كيف التحضير روح نشوفوا بعضنا كيف التحضير والمقادير روح نشوفو يالله روح نشوفو يالله روح لا تنسوني بلمس الإعجاب نبدأ وعلى بركة الله بسم الله المقادير هنا في طاوة العمل عندي زوج بيضات يكونوا بدرجة هارة الغرفة عندي هناك كاس إلا ربع ماء يكون دافئ وعندي كاس إلا ربع سكر وعندي سبعة ملاعق زيت عندي ملعقة فاني كما كم تشوفوا وعندي كاس ونصف من الفارينة أو طخين عندي رشة ملح وعندي نصف كاس أو نصف كيس من الخامير نذهب هنا لتحضير نجيب البيض أولا نكسر البيض نكسر الثانية ونضيف مكون بعد مكون هنا بعد ما كسرنا البيض نضيف رشة ملح نجيب الفوية اليوم نخدم الفوية فقط يعني مش نعمل بطير لأنه ما تستهجب بطير ونجيب كاس إلا ربع سكر ونبدأ نصفه بشوية بتدريج ونخلطه هنا نخلطه جيدا حوالي ثلاثة أو ربع دقائق حتى يبيض هذا البيض ويضعه في الحجم نوعا ما ونبدأ نضيف المكونات الأخرى هذه الكيكة قلت لك ما تأتيكم ما شاء الله ما شاء الله جادكم روعة شوفوا هنا بيض الخليط ضفت سبعة ملاعق زيت هنا بعد ما حطينا الزيت نضيف لفاني نضيف ملعقة صغيرة ولفاني تعطينا الضوغ ما شاء الله ونضيفنا هذاك لحة البيض هذاك اللي يجي في الخليط كان عندما نحس ببيض كان اللي يحملوش البيض دايما اللفاني هذيك تضحي تقريب يعني زفرة البيض ونعاود هنا كما تشوفوا نخلط جيدا نخلط جيدا ونضيف كاس إلا ربع يكون ما دافع ما يسخون يكون دافع ويطلعنا الكيكة ويجالها خفيفة ويجي ما شاء الله عاود نعمل ربع بيضات عملت يعني زبيضات وكاس إلا ربع ما نجيبه هنا الفاني نصبه الكاس اللي أول أو نضيفه هنا نصف كيس من الخمير الحلوية هنا نضيفه نصف كيس فقط يعني ورح جينا خفيفة ما شاء الله ورح نضيفه لها هذيك الملعقة تعلق الخل لتعطي تراوح للكيكة والخل هو محسن يحفظ لكيكة أنها ما تهبطش أضفت هنا نصف كيس من الخميرة قلت نصف كيس فقط يعني حوالي خمسة غرامات من الخميرة الحلويات نضيفها من الفارينة ونصيرها من له أو نغربها من له ونجيب الفويتاء ونبدأ نخلط هذيك جيدا حتى تدخل الفارينة في هذيك السوائل أنا أضفت كيس وهنا رح نضيف نصف كيس آخر يعني نجمع عندي كاس ونصف من الفارينة نحطها كاملة ونعاود المخلط كل ما نحط مكوين نخلط جيدا إن شاء الله يا ربي ينجح وليداتنا في امتحانة هادم وفي كل امتحان اللول الثاني الثالث وهنا بعد محطة الفارينة ملاقة خل لكي تلكم عليها ونكمل حديثنا إن شاء الله يا ربي يجعلها من الصالحين والفائزين في الدنيا والآخرة وربي يوفقهم إن شاء الله هادي كيكا عملتها اليوم متساجد باش يجيب من امتحان ويلقاها واجدة هنا شوفوا ويبقى لي نصف كاس من الكاس الاخر نروحنا نجيب بسينية تيعي طول تيعها يعني 30 والعرض على 23 نحط الخليط تيعي السنية هادي عمتلها الزبدة وعمتلها شوية فارين بفوق كما كما تشوفوا باش متستقش كيكا نحط الخليط تيعي كامل هذا هنا ونسوي همليح هادي نعدل كامل السنية هنا ونخبطها خبطات السنية وندخلها للفرن على 180 درجة مئوية وروحنا نحضر الشانتي انا جبت هنا حبة ونصف قارس كنت تعصرت همليح كما كما تشوفوا وانتم تحبوا تحبوا تحطوا الماء يعني يكون بارد من المجمد تحبوا تحطوا القارس او برتقال او الحليب هنا صفيت القارس تعي هكذا ونضيف له ما يكون بارد من المجمد انا نحتاج كاس الربع هنحط كاس شانتي كامل ونحط كاس الربع من العصير او الماء او الحليب هكذا العصير بتاع البرتقال او الليمون جي ضوق بسم الله ما شاء الله ولا اروح ونضرب هاد الشانتي تعي انظر حملي شوفوا هنا تطلع عني ما شاء الله كان بالزاف الأخوات اللي يعاني ويقول ان تطلع لنا الشانتي لازم لها صبر فقط يعني تبدأ وتضرب حوالي حتى 8 دقائق وهنا الكيكات بعد ما طابت وبردت شوية يعني ادفات نحط ها في طاوة العمل وهنا مش نحط الشربات وانتم تحبوا 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 شربات أو حليب التي تحبوا انتما نعمل طريقة اخرى جبت عدت يقاب تحبوا مليح كما كما تشوفوا أو عدت شواء هذا ونجيب كاس ماء من حنفية و3 ملاعق عسل وشربتها انتم تحبوا تحبوا حليب وشربات يعني تحبوا وعسل كما تحبوا أنا لقيت هذا الضوق والمني وجاء بسم الله وطريقة عملية بعد كملتها كامل وشربت تحبت 1-4 ساعة واجبت شونتي تحبت وضربت ومليح ونبدأ نضع في الطبقة الثانية لدينا الطبقة الأول هي الكيكا وطبقة الثانية هي شونتي هكذا نضع ونعدلها مليح بسباتيول وندخلها بعد ذلك المجمد تجمد حوالي نصف ساعة ونكمل طبقة الثالثة وهي بالفلان أنا نجلب اسويتو هدك نمسح الأطراف عقدات تعطيني الشكل المليح وقلت ندخلها إلى المجمد حوالي نصف ساعة فقط يعني تحكم روح مليح بش نحط الفلان طيغي يعني مباشرة يعني يجمل أنا عندي كيس فلان نحن نقول له فلان الله وعن أعطي الجلي هكذا نضم نضم الكيس اللور يجب هناك كاس حليب ساخن جدا مغالي ونجلب المكسر نخلط مليح ونضع مباشرة فوق الشانطية لأني راح تكتد لي وانا تكتد لي ومبعد أعود خدمتها شاهروا هنا نضرها كاملة ونجلب جوز الهند تحب تخليف هكذا تحب تحب جوز الهند تحب كوكاو يعني وش تحب تحط ونجلب نجلب دوقة ما شاء الله مع جوز الهند جاء ولا أروع ولا أروع ونجلب سكينة ونقص كل ما نقص يعني نمسح السكينة في ثويتو قلت يعني تجربوها يعني في هذه الأيام لأبناكم نجربوها حتى في رمضان يعني بسم الله ما شاء الله جاءت والأروع أنا كنت يعني نعملها ولكن نعمل شونتي فوق كيكا ونبعد الفلان فوق شونتي هذه مرة فقط يعني وهنا عندي هذه الحلوة كجيت هذه صاشي حطيتها عشوائية فقط يعني لزينة فقط يعني مش يعني محتم هكذا أحبائي تكون هذه الكيكا روش نروح أما بعضنا نقسم قطعة نخرجها من البلاتيانا شوفوا بسم الله ما شاء الله تتقسم بكل سهولة يعني جات ولا أروع أنا أول حاجة هنقسم هذه الكيكا إلى قطع ونعطي الجاري معها هذه أول حاجة نعملها نكمل هنكامل عقدان حط في طبقة ونروح ونجيب قطعة آخر ونحطوها في طبق كي نقسم ها بالملعقة الصغيرة ونرى القوام ونرى بسم الله ما شاء الله أنها كيكا روش باردة كانت في التلاجة أنتم تحب تخلها في التلاجة ولما تتنولها خرجوا قطعة خلها ببرة كي تقدر تتنولها لأن الحاد بارد ونعرف المرض يتسبب ومرض القلاجم هذا روش صعيب 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 نجيب هنا قطعة كي تشوف ونبدأ أن نقسم هذه القطعة نحتركم كاملة يعني من كل الجوانب شوفوا ترية بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني جات ولا أروع على عجبتهم في الدار هنا وخاصة يعني ساجد وآمين حافيدي جات بسم الله ما شاء الله إذن حبائي هذه كيك الطبقات تعليوا لجات ولا أروع تشوفوا ترية ترية ولا أروع مشربة بسم الله ما شاء الله نقولكم يعني بارك الله فيكم على كل كلمة قلتوها في حقي وربي جزيكم كل خير وربي يعني قسطح ميدادكم ونجحهم وإن شاء الله نطلقاه في وصفة قادمة إن شاء الله مع السلامة ولكن لا تنسوني ببصمة الإعجاب فقط 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 تحتاج منك بصمة الإعجاب هكذا باشي انتشر الفيديو في محرك اليوتيوب سلام عليكم ورحم الله وبركاته في وصفة قادمة إن شاء الله لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يتوار قادر على ما لا يقدر لما تصير بره